بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثامن من الدرس الثالث نتعرف به على خواص ضرب المصفوفات بوربرتيز أوف ماتريكس ملتيبليكيشن إذا كان لدينا ABC أبارة عن مصفوفات ذات أبعاد تسمح بعمليات الضرب التالية فإن رقم واحد خاصية الدمج متحققة A في BC يساوي AB في C الخاصية الثانية توزيع الضرب على الجامعة أيضا متحققة A في B زائد C تساوي AB زائد AC سواء كان من الضرب من اليسار أو من اليمين كما في الخاصية ثلاثة الخاصية أربعة C هذا عدد قياسي في AB يساوي CA ثم نضرب النتج في B أو A في CB بمعنى أن نضرب هذا العدد القياسي في A أولا أو B أولا ثم نضرب النتج في المصفوفة الأخرى هناك بعض الخواص وبعض القوانين الغير متاحة في ضرب المصفوفات وهي لا تقابل مثيلاتها في الأعداد فمثلا قانون الحذف في الأعداد إذا كان لدينا A في B يساوي A في C فيمكن أن نحذف المتغير A من الطرفين وهذا يؤدي إلى أن B يساوي C أما هذا في المصفوفات غير متحقق وهذا المثال يثبت ذلك إذا كان المصفوفة AC يساوي BC فهذا لا يعني بالضرورة أن المصفوفة A تساوي المصفوفة B وهذا ما سوف نجده فإذا ضربنا المصفوفة A في C نضرب الصف الأول كما تعلمنا في العمود الأول ينتج العنصر سالب 2 لما نضرب الصف الأول في العمود الثاني ينتج العنصر أربعة وكذلك في الصف الثاني نفعل فينتج العنصران سالب 1 و2 بالمثل نضرب المصفوفة B في المصفوفة C أيضا فينتج نفس المصفوفة سالب 2 و4 سالب 1 و2 بالرغم من أن ناتج AC هو نفسه الناتج من BC ففي الأصل A لا تساوي B المصفوفة A لا تساوي B وهذا يثبت لنا أن قانون الحذف cancelation low غير متحقق في المصفوفات الغزء الآخر الذي يميز المصفوفات ويجعلها مختلفة عن الأعداد هي خاصية الإبدال commutative property is not allowed is not valid فمثلا المصفوفة A أمامنا والمصفوفة B فإذا ضربنا المصفوفة A في B كان الناتج المصفوفة 2 5 4 سالب 4 أما إذا ضربنا المصفوفة B في A كان الناتج المصفوفة 0 7 4 سالب 2 ولذا نجد أن الناتج غير متساوي لذا فعملية ضرب المصفوفات غير إبدالية بمعنى أن حاصل ضرب A في B لا يساوي B في A أما إذا تساوية فتكون خاصية مميزة لهذه المصفوفات ونقول في هذه الحالة أن A وB commutes مميزة لكم